أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة عن الاستمرار باتباع نظام التعليم الحضوري لجميع الطلبة في العام الدراسي المقبل 2021-2022 وأضحت الهيئة أن قرار الاستمرار في التعليم المباشر يأتي ضمن المقييس الهادفة إلى توفير بيئة صحية وأمنة لجميع أطراف العملية التربوية وذلك بعد التأكد من أن الأغلبية العظمى من العاملين في الطاقم التدرسي والإداري في المدارس تلقوا لقاح كوفيد-19